السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا لقيت مبلغ 600 جنيه قدام باب الشقة عندي من اربع ايام وما حد يسأل عليهم خالص وانا كنت منتظر حد يسأل عليهم ما حد يسأل خالص هل يجوز صرفوهم مثلا على قطة عندي لا لا يجوز صرفوهم في الوقت ده لان حضرتك معرفتهمش انت حضرتك قاعدة في مكانك ومنتظرة ان هم ييجوا حد ييجي يسأل عليهم الاحسن في الاحوال اللي زي دي ان احنا نحط الفلوس دي في الشرطة او انك انت لو خليت الفلوس ده عندك لازم تروحي في الاماكن يعني لازم تقولي مثلا البواب تقولي البواب العمارة انا لقيت فلوس لو حد ضايع منه انا لقيت حاجة لو حد ضايع منه حاجة يبقى يقول لنا يبقى هو ادي لازم نقول له كده او نعرف ده على بواب المساجد ده لازم يبقى فيه حاجة اسمها ايه دي اسمها لقطة واحنا دلوقتي اللي حاصل اللقطة دي لها احكام شرعية ان الانسان ياخدها ويعرفها مش ان الانسان ياخدها ومجرد ما حد يسأل عليها يتصرف فيها لا لان ممكن الفلوس دي يكون واحد جاء يشتري بيها دواء ممكن اول حاجة عيروح يعمل ايه الشخص ده اللي ضعت منه فلوس هيسأل في الاماكن دي او يروح يبلغ في قسم الشرطة فالاساس اما نوديها في قسم الشرطة او نعرفها التعريف الصحيح ان احنا نعمل ايه نروح لاقرب مكان ممكن يجي اسأل عليه وهو بواب العمار او نقول للناس وبعد كده نعمل ايه نقول كمان لامام المسجد انه لو حد جيه سأل انه فيه فلوس فيه حاجة ضعت ولا لا يبقى يقول لنا عليه مش هنقدر نتحمل ده كله عن ودي الفلوس دي في قسم الشرطة وهو يتصرف بحيث لو جيه حد يسأل انقول له الفلوس دي راحت قسم الشرطة وهو يروح يستلمها هناك اذا كان عنده امارة بده